الثانية بتعمل بشكل مختلف شوية وهتساعدنا قوي 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 وإحنا بنشتغل بكل التول دي اسمها Quick Mask Quick Mask موجود هنا تحت الباطم دي ومجرد ما بتكليك على الباطم Edit in Quick Mask Mode كليك عليها اللون بتاعها بيضغير للون الأحمر ده وفيه حاجة دانية بتحصل فيه الجزء ده من البلات حتى اتفقنا قبل كده من اسمها Layer فيه جنبها واحدة تانية اسمها Channel لو فتحت Channel هتلاقي واحدة تانية الضافت يعني لو رجعت كده عن Quick Mask Mode بتختفي كليك بيتبين آآ موجود فيهم اللي هما الميكس بتوع الثلاث ألوان اللي بيعبروا عن الألوان كلها عبر عن ثلاث ألوان والميكس اللي بتاعهم اللي هو RGB كلا آآ الكويك ماسك بيشتغل كالتانية أنا بمجرد ما بحط نفسي في المود بتاع الكويك ماسك وأخد مثلا البراش تول البراش تول لو عجبني الستروك بتاعها ده أو الحجم بتاعها ده ممكن أشتغل بيه لو مش عجبني ممكن أغيره أخد مثلا تسعة أوكي ومجرد ما بابتدي أشتغل بالبراش أنا كده بشتغل مش على الامج بتاعتي أنا بشتغل جوه الماسك ولو أنت مدقق شوية هتلاقي فيه لونها اسود هنا ظهرت بتوريني أنا بعمل إيه طبعا الامجامبل اللي أنا شغال فيه ده مش أكتر من أنا أوريك إيه اللي بيحصل لكن في الحياة العملية أو في اللي ما بتبقى شغال على بجد هتقبل هتبتيج ترسم تعمل بالماسك ده للأريا اللي أنت عايز تعمل لها وبجد هتوفر عليك وقت كثير جدا لما عملتوا دلوقتي إيه؟ إن أنا ابتديت أرسم باللون البينك ده تمام؟ على درجة من الدرجات وهاخد واحدة تانية كمان أعمل لها سيليكشن برضو زي دي تمام؟ بمجرد أن ده كويت أو أطلع بره الكويك ماسك مود تعالوا نشوف اللي حصل حصل سيليكشن سيليكشن وهرب كمان جزء لو أنت ملاحظ كده في حتة صغيرة هنا في النص تمام؟ أنا مش هكليكت بالبروش بتاعتي لأن دلوقتي البروش بتاعتي لو عملت كليكت بيها هترسم اسود مش هترسم بينك فأنا هارجع تاني للكويك ماسك تاني وهروح للسيليكشن وهروح للسيليكشن اللي أنا سيبتها أغاياها وأرجع أكويت الكويك ماسك تاني كده أنا بقى السيليكشن بتاعي كويس لو أنا عايز أعرف أنا دلوقتي عن سيليكشن اللي إيه؟ تمام؟ لو دوست ديت الجزء اللي معموله سيليكشن بس هو اللي هيفضل تمام؟ أنا هعمل ديليت أوكي؟ الجزء اللي أنا رسمته بس هو اللي فضل اللي أنا عملت عليه آآ رسمته بالفورش هو اللي فضل أوكي؟ هعمل كنترول وزد أو عند أنطريه الهيستري أرجع خطوة أنا هعمل كنترول وزد أوكي؟ وعايز أوريك آآ كذا أوبشن تاني يخصه الكويك ماسك أول حاجة أول حاجة ممكن أوريها لك آآ أول حاجة ما هعمل كنترول وزد مخصصمممم انا عايز اغيرها لما بكرهها جدا الكولور اللونه احمر ده الكولور اللونه احمر ده بجد مش عاجبني خالص عايز اعمل لون تاني يبقى مميز وانا بعمل ماسكين وفي نفس الوقت يبقى كويس بالنسبة لي لو عملت عليه دوبل كليك او كليك واحدة حيدينا السليكشن بتاع الكولور انا مثلا هروح اختار درجة من درجات البلو دي واخليه بلو غامق شوية اوكي كده كويس واحقول له اوكي بقى ده السليكشن كولور بتاعي لو عزت اخليه اكتر من كده شوية ممكن ازوده لو انت فاكر المرة اللي فاتت واحنا بنرسم كانت الخطوط اللي تحتها باينة يعني لما انا كنت برسم باللون البينك كان اللون اللي تحته باين لو انا غيرت الكواليتي بتاعته انطريق الدرج من هنا انا بمجرد باينة تحت اي كلمه وبعمل لها الدرج الظوات ده بيضغير تمام انا هخليها مية في المية اوكي وهنا رجع نغالية تاني بس عايز اواريك العيح صالة الوقتي هقول اوكي وانا فعلا في الكويك ماسك مود لان في شانل موجودة ايه وهروح ابتدي ارسل زي ما انتو شايفين انا برسم مش عايز بقى حاجة تانية تظهر لي غير الرسم بتاعي تمام انا مش عايز اعرف انا شغال فين انا عارف انا هو انا شغال فين الجزء اللي انا هاخفيه هو اللي هيفضل في السليكشن تمام؟ اوكي مش مش عارف ان السليكشن بتاعي بقى متاصل زي ده انا ممكن اروح اسلكت برضو حاجة تانية هبقيد عن بعض تمام؟ وحا اكويت الكويك ماسك مود يلا بينا ادي اكويت اوكي اوكي لو انا حريصي بتصليكت العصرض ممكن ا OUR aquestaية ؟ انا اتفقنا لو انا ادوك ت grassroots delete دلوقتين هذا الجزء الذي سيكون إدعمه سيليكشن لما رسمته طب العكس هو اللي يحصل هل نضع كنترول وزد هناك اوشن ثاني اسمه إميرس من سيليكت اسمه إميرت شفت وكنترول واي كده نعكس السيليكشن بمجرد ما هامل ديليت الجزء اللي انا رسمته هو اللي هيجر له إيه؟ هو اللي هيفتي فيه هامل كنترول وزد ونكمل مع الماسك في الدرس الجاني